حيث جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت محددات موقف الجامعة العربية من الأزمة في السودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب والحفاظ على أرواح السودانيين ووحدة أراضي وحماية المؤسسات الوطنية وإطلاق حوار وطني سوداني شامل جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيت مبعوث سكرتير العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة الذي أعرب عن تفاهمه الكامل لتلك المحددات حيث أطلع الأمين العام على رؤيته للتكليف المنطب والذي يتمحور حول تحقيق أهداف تقريب أجهة النظر بين الأطراف الفاعلة في السودان سواء مدنية أو عسكرية بهدف وقف إطلاق الحرب والعودة لعملية سياسية شاملة لإنقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها ترجمة نانسي قنقر